كان المخاد عسيرا حقا كاد اليمنيون أن يتوصلوا لتنفيذ اتفاق وطني يحقن الدم ويبني الدولة لولا انقلاب قاده الحوثي والمخلوع في سبتمبر 2014 صادر الحوثيون كل مرافق الدولة في صنعاء وضعوا الرئيس هادي تحت الإقامة الجبرية لكن نجاحه بالفرار إلى عدن في الواحد والعشرين من فبراير 2015 وإعلانه صنعاء عاصمة محتلة أدرك الحوثي أنه في لحظة سباق مع الزمن اليمني قرر فيها التهام المحافظات مركزا على الجنوبية منها سيطر على الحديدة ثم إب وسرعان ما فجر الوضع في مدينة تعز في محاولة منه لجعلها جسرا للوصول إلى عدن مع حليل شهر مارس 2015 شهدت عدن اضطرابات أمنية بين وحدات عسكرية تابعة لشرعية وأخرى متمردة عليها بالتوازي مع سيطرة الحوثي على مدينة المخى في الرابع والعشرين من مارس كانت الميليشيا قد تحكمت بلحج محاصرة عدن وفي الخامس والعشرين من الشهر نفسه تعرض قصر المعاشيق في عدن لقصف جوي من طائرات حربية تتبع سلطة الإنقلاب كل تلك الأحداث مهدت لتدخل إقليمي فمع حلول صباح السادس والعشرين من مارس كانت عاصفة الحزم تحوم في سماء اليمن بعد دعوة من الرئيس هادي لإنقاذها من الارتهان الإيراني اشتركوا في القناة